موسيقى وزير الخارجية يحذر من انهيار حكومة أوروبا بسبب الهجرة رئيس البرلمان يحذر من زيادة التطرف بين المهاجرين الجدد مقاطعة تلزم طالبي اللجوء بالتوقيع على اتفاقية الاندماج حاكم اشتايا مارك يطالب بتمديد فترة الحصول على الجنسية النمساوية الجيش النمساوي يبدأ تدريبات تحاكي هجوما ارهابي واضواء قطبية تلون سماء النمسا السفلة باللون الأحمر تحية طيبة الى حضراتكم النشرة الاخباريات المفصلة على النمسا ميديا حذر وزير خارجية النمسا عليكسندر شالنبيرغ حذر من خطورة استمرار تدفق اللاجئين الى اوروبا مشيرا الى ان الحكومات الاوروبية قد تنهار بسبب قضية الهجرة وقال شالنبيرغ لقد حان الوقت لمناقشة تدابير المتخذة ضد الهجرة غير الشرعية وطالب الاتحاد الاوروبي بتحمل مسؤولية ممارسة المزيد من الضغوط على بلدان المنشأ مهددا باتخاذ اجراءات رادعة ضد الدول التي لا تتعاون مع الاتحاد الاوروبي بشأن مسألة عودة المهاجرين اكد فولفغانغ سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي على اهمية الجهود المبذولة لمواجهة تصاعد موجات التطرف الديني والهجرة غير الشرعية التي تشكلان افتين تهددان النمسا حسب تعبيره وشدد سوبوتكا على ان التطرف الديني ينتشر بين المهاجرين خاصة الجدد منهم مما يتطلب اتخاذ اجراءات اشد صرامة ضد الهجرة غير الشرعية وتعزيز التعليم المتطور والداعم للاندماج ودعا ايضا الى ضرورة تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي وتعزيز العمليات المشتركة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين وفي ذات السياق اعلن حزب الشعب النمساوي في فورالبيرغ عن الزام طالبي اللجوء بالتوقيع على مثاق فورالبيرغ ملزما اياهم بالمشاركة في الانشطة المجتمعية واطلق الحزب على هذا المثاق بقواعد واضحة لطالبي اللجوء في الرعاية الاساسية وسيتم تجديد اتفاقية الاندماج في فورالبيرغ المطبقة منذ عام عشرين ستة عشر وسيطبق تعديلها ايضا في حالة الحصول على قرار لجوء سلبي ومن المتوقع ان تسبب المخالفات في تخفيض المساعدات وفي نفس الوقت طالب الحزب باجراءات ترحيل فورية للحاصلين على قرار لجوء سلبي طالب حاكم مقاطعة تايا مارك كريستوفر دريكستر من حزب الشعب طالب بتجديد قوانين الجنسية النمساوية وتمديد فترة التقديم حتى عشر سنوات وذلك للتأكيد على قبول القيام النمساوية وطالب دريكستر بالعودة الى فترة الحصول على الجنسية بعد عشر سنوات بدلا من سبت سنوات وأوضح ان هذه الخطوة تشمل مفاهيم الحرية والديمقراطية وسيادة القانون وأوضح دريكستر أنه لن يقبل استيراد التطرف والعنصرية الموجهة ضد السامية والمرأة ورفض الأقليات الجنسية بدأ ثمانمائة شخص في الجيش النمساوي تدريبات حول مكافحة الإرهاب في مدينة دي فيلد كيرش في فورالبيرك بمشاركة 150 مركبة مدرعة وتهدف التدريبات إلى استعراض استعدادات الجيش في حالات الطوارئ خاصة المتعلقة بالهجمات الإرهابية وتشمل التدريبات سيناريوهات متنوعة مثل مواجهة الحرائق وسيستخدم خلال التدريبات مجموعة من المركبات من بينها الهيليوكوبتر والمدرعات المصفحة وطائرات بدون طيار وفي نفس الوقت تبدأ في النمسا العليا مناورات لطائرات اليوروفايتر أخيرا شهدت سماء ولاية النمسا السفلة مساء الأحد مشهدا استثنائيا حيث ظهرت الأضواء القطبية بلونها الأحمر الساحر وهي ظاهرة نادرة تكون مرئية فقط في المناطق القطبية وحسب الخبراء تسببت عاصفة شمسية ذات قوة استثنائية في الظاهرة حيث ساهمت الظروف الجوية الملائمة والهواء الجاف في وضوح الرؤية وإبرازي جمالي هذا العرض السماوي النادر وكانت الأضواء القطبية مرئية في أجزاء واسعة من النمسا السفلة حيث لاحظها السكان في مدينة سانت بولتين ومناطق أخرى نهاية النشرة أشكر لكم حسن المتابعة مزيد من التفاصيل لا تنسوا تتحميل تطبيق انفوغرات على هواتفكم ليصلكم كل جديد كنت معكم أنا هيفا ألقاكم في نشرات لاحقة بأمان الله اشتركوا في القناة